تفتتح يوم غد منافسة الجولة السابعة عشر من دور المحترفين بمواجهة ستجمع شباب العقبة مع نظره البقعة على استاذ الملك عبد الله الثاني في لغويسمة وشباب العقبة الذي لم يحقق أي انتصار في آخر عشر مباريات يسعى إلى تحقيق الفوز على متذيل الترتيب البقعة والوصول للنقطة السادسة عشر في ظل سعي العقبة إلى الخروج من منطقة الخطر في حين يدخل البقعة لقاءه أمام العقبة ساعيا إلى تحقيق نتيجة إيجابية معنوية ولو أن حضوظ البقعة تضاءلت بشكل كبير في البقاء في دور المحترفين بعد حصده نقطة وحيدة من أصل ستة عشرة مباراة لعبها هذا التحضير والتزديد المتسرع جدا من أحمد سامي وفي النهاية ونبقى مع أخبار دور المحترفين حيث كشف فريق السلط عن أسماء اللاعبين الذين سيتغيبون عن المواجهة القوية التي ستجمعه مع الوحدات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من البطولة وسيفتقد السلط لخدمة مدافعه البركين محمد تارا بسبب الإيقاف وسيغيب أيضا عن السلط اللاعبين أحمد سريوة ومحمد راتب الداود بسبب الإصابة هذا وسيكون المدير الفني لفريق السلط جمال أبو عابد ملزما على إيجاد الحلول المناسبة لسد الثغرات في صفوف فريقه المطالب بتحقيق الفوز لتعزيز آمله في المنافسة على اللقب في كرة القدم النسوية واصل منتخب النشميات تدريباته البدنية والفنية في العاصمة الأسبكية تشقند استعدادا لافتتاح مشاركته في التصفيات الأسيوية وكان المنتخب الوطني للسيدات قد أجرى يوم أمس تدريبات استشفائية بقيادة المدرب ديفيد ناشمنتو استعدادا للعودة إلى التدريبات بشكل طبيعي هذا ويفتتح منتخب النشميات مشواره في التصفيات بمواجهة نظره البنغالي في التاسع عشر من الشهر الحالي قبل ملاقات المنتخب الإيراني في الخامس والعشرين من الشهر ذاته في أوروبا تستكمل الليلة منافسة الجولة الأولى من دور المجموعات في دور أبطال أوروبا بإقامة ثمانية لقاءات من بينها قمتين ناريتين حيث يحل ريال مدريد ضيفا على انتر ميلا في حين يستضيف ليفر بول نظيره ميلا تفاصيل أكثر في هذا التقرير مواجهات اليوم في دور الأبطال لن تكون عادية كيف لا وريال مدريد وانتر ميلان وليفربول وميلا سيتواجدون في مبارتين من بين ثماني مباريات ستقام الليلة في ملعب الجوزيب بميادزا سيحل ريال مدريد ضيفا على منافسه انتر ميلا في افتتاح مشوار الفريقين في دور الأبطال ريال مدريد يظهر منذ بداية الموسم بثوب جديد مع مدربه الإيطالي كارلو أنشلوتي حيث فرض وجوده في الدور الإسباني بعدما حقق ثلاثة انتصارات وتعادل وحيدا ليعتلي قمة جدول الترتيب برصيد عشر نقاط ويسعى من خلال هذه المواجهة أن يبدأ مشواره في بطولته المحببة دوري أبطال أوروبا بانتصار ثمين خارج الديار على الجانب المقابل فأن انتر ميلان الذي يقودها المدرب سيميوني إنزاقي يتمتع بنفس القوة التي كان عليها الفريق مع أنتونيو كونتي والذي قادر نيراتزوري لتحقيق لقب الإسكوديتو الموسم الماضي ملعب أنفلت سيكون مسرحا لأحداث مباراة ليفربول أمام نظيره إيسي ميلان مباراة يدخلها أصحاب الأرض ليفربول بنية الفوز أمام جماهيرهم خاصة أن الفريق يعيش حالة معنوية مرتفعة بعد التألق الكبير في الدور الإنجليزي والفوز في ثلاثة لقاءات من أصل أربعة لقاءات في حين ينتظر عشاق ميلا حول العالم عودة الروزونيري لأمجاد دور أبطال أوروبا من جديد رغم صعوبة المجموعة التي ينافس فيها العملاق الإيطالي أسيويا تمكن النصر السعودي من التأهل للدور ربع نهائي من دور أبطال أسيا بعد تجاوز تركتور سازي الإيراني بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة هدف المباراة الوحيد سجله المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في الدقيقة الحدية عشرة واستطاع العالمي أن يحافظ على هذه النتيجة حتى نهاية اللقاء ليضمن بهذا الفوز العبور لدور الثمانية كون هذا الدور يقام بمباراة واحدة فقط تارسك يا جماعة تمرير حلوة لأبو بكر